أريج الورد يعدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بنات المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشطوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء باحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء معكم في برنامجكم روح الحياة عنوال حلقتنا هو مقتفس من قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعله هذه الآية لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون طبعا أنتوا بتعرفوا المتتبع لأحوال هذا الزمان ودنيا الناس اليوم يشوف أن العلاقات الاجتماعية فيها نيار في العالم كله طبعا نحن مزال الحمد لله وسنظل لدينا الخصوصية في التماسك لكن لما تستقرئ وتتتبع المجتمعات غير المسلمة تجد انهيارا في العلاقات الاجتماعية وهي إحدى أهم المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الحديثة طبعا أسباب كثيرة ولا شك أنه أسباب في منها ما هي أسباب جوهرية وفي أسباب متفرعة من هذه الأسباب لكن المشاهد في هذه الانهيارات بعض المظاهر منها مثلا نمو الشعور بالفردية والتوحد بمعنى الإنسان اليوم يدور حول مآربه الشخصية وتضخم الآن عندها ومصالحها بمعنى المصالح الخاصة هي التي تحكمت وسيطرت على شؤون الحياة اليوم المصالح الخاصة الإنسان يفكر في روحتها وأيضا غياب الرسالة السماوية الحقيقية التي تنظم شؤون الناس وتنظم شؤون البشر وتربطهم بالله سبحانه وتعالى وتبين لهم حكمة وجودهم وأيضا غلبت التيار الإلحادي المرتكز على الإنكار وجود الله سبحانه وتعالى والإنغماس في الشهوات لأبعد حدود وأن حياة الإنسان هي هذه فقط ولا توجد حياة أخرى طيب الحضارة الغربية اليوم التيار الإلحادي واخذ وضع ولذلك تجدهم يدعون للشذوذ والانحراف ومحاربة الأديان وإن كان روح هذه الحضارة الصليبية لكن الليبرالية أو العلمانية الشاملة مسيطرة في توجيه الناس طبعا هذا الانهيار في العلاقات الاجتماعية أصاب أمة الإسلام شيء من ذلك لأننا لست استثناء يعني ما يقعدش الوحد يقولنا يعني أنا لا أتأثر أنت تؤثر وتتأثر والأمم الضعيفة يؤثر فيها والأمم القويها هي التي تؤثر طبعا أمة الإسلام اليوم الإسلام كمنهج حياة لدى المسلم يعني قلة قليلة تمسك صحيح مع فهم صحيح لأن هناك حتى جهل بحقيقة الإسلام وما هو هذا الدين فاليوم أمة الإسلام أصابها شيء من ذلك فضمحلت ضوابط التربية الاجتماعية وتشكل أيضا الشعور بالتوحد وتضخم الآن طبعا أنتم عارفين الضوابط التربية الاجتماعية تشكل الحس الجماعي لدى الفرد المسلم يعني أنت بالآخرين والآخرون بك لكن لما الواحد يتمحور حول ذاته ويفكر له في رواحته هذا يشيع الفوضى الفوضى الفكرية الفوضى الاجتماعية وبدأت تتضخم مشاكل مشاكل اجتماعية مشاكل اقتصادية ولا شك أن أي تنمية ترمها وتبغي إليها أو يسعى إليها مصدحون أو حكومة لا تتم يعني إلا على مجتمع قوي أما الذي روابطه متفككة أو مجتمع واهر روابطه مختلف في الأفكار والمفاهيم وهناك تناقض وبعيد عن الدين الجامع لا شك أنه يعاني من مشاكل تقسم ظهر البنية الاجتماعية من هنا الإسلام تجد في أوامره شدد على ضرورة المحافظة على العلاقات الاجتماعية وطول النفس وإقامتها لكن المحافظة عليها كيف بالأعراف والعادات الأعراف والعادات تتغير يعني الناس قبل 20 سنة ليس للناس قبل 40 سنة يا سيدي بيش حتى مرت قبل سنتين وثلاثة يعني حركة الأعراف والتأثر والانفتاح المذهل اليوم في السوشيال ميديا أثر في سلوكيات كثير من الناس سواء صغار كبار رجال نساء شباب شابات وجيل وذلك الجيل يجي يعني يمختلف عن الآخر حتى في طريقة الحديث لكن لما الإسلام كدين سماوي أكرمنا الله به وهو الرسالة الخاتمة وختم الله به رسالة الأنبياء ويعني وجاء بالشمولية الكاملة والمرونة في استيعاب كل الأوضاع ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرة للمسلمين طلب من أتباعه ومعتنيقيه ضرورة المحافظة على العلاقات الاجتماعية لأنها أنس الحياة وضرورة إقامتها باستمرار على إيش؟ على هذه الرسالة الخاتمة هذه الرسالة الخاتمة التي تعد استمرارا لدعوات الأنبياء عليه الصلاة والسلام يعني أنت لما تقرر في حياتك وتختار أنك أنت تسلك طريق الخير وطريق الأنبياء أنت ترى مع مع الركب المبارك من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم طيب في القرآن الكريم يقص علينا قصص أقوام يعني مع أمم سابقة كانت عواقبهم وخيمة وأصابهم الهلاك والبوار ويذكر لنا من انتهى إليه أو من انتهى إليه هذه الأقوام هؤلاء الأقوام حينما شاعت فيهم المخالفات والانحرافات ولا يوجد أحد يرفع رأسه أو يقول كلمة لأولئك الذين يستعجلون عذاب الله ويستعجلون أيام الله لأنفسهم ولأممهم فيذكر لنا القرآن عن بني إسرائيل أن بعض من أتباع الشهوات وأتباع الغواية والذين يبغونها عوجا وهذا موجود حتى في دنيانا اليوم باسم الحرية وباسم العيش حياتك واطلق روحك وكل شيء كذا 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 الله سبحانه وتعالى ذكر الصنف هذا حينما قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة ويبغونها عوجها أيضا يبغون العوجاج لأنهم عبدت شهوات وعبدت ذواتهم ومصالحهم فهذا المجتمع من بني إسرائيل لما دب وقاد أمثال هؤلاء لكن بعض الصالحين ما دروا شيء أو الناس أو كان كثير من الناس فيهم نوع من السلبية السلبية يعني ما لكش علاقة بي أنا كالرب توهديني توهديني بعدين حاجة تخصني ذكر الله لنا ماذا أصاب هؤلاء عندما انتشرت الغواية والانحراف والمخالفات وانتكست الفطرة وطمست ذكر لنا ما أصابه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون هاتان الآيتان الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين في سورة المائدة إيها كلام كبير لاحظ أول شيء أصابتهم اللعنة وأي قوم تنزل عليهم لعنة الله والعياذ بالله وغضب وسخط تستأصل منهم البركة ويرفع منهم الهناء وتسدوا في طريقهم الأبواب وهؤلاء الذين لعنهم الله يعني أجرموا مرتين أول شيء مرة حين وقعوا في الآثام لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذا الإثم الأول والإثم الثاني والإجرام الثاني كانوا لا يتناهون يعني حينما تركوا المعاصي تشيع فيهم دون أن تسود فيهم روح التناهي التناهي عن ماذا التناهي عن هذه المعاصي ولذلك جاء في الحديث ما يفسر حديث الذي حديث ابن مسعود ورواه التربذي وحسنه هذا الحديث يوضح لنا يعني تدرجهم يوضح لنا تدرجهم نحو الحال الذي استوجب لعنة الله عليه استوجب لهم اللعن استوجب لهم اللعن كيف الإنسان يقول والله الناس قبل عشر سنين من زي اليوم الناس قبل عشرين سنة ما كنا نعرفوه هذا كلام هذا النساء ما كان نشكي والله كان الرجل يتحشم واللباس ما كان نشكي شي السبب شي السبب للتدرج قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودعم ما تصنع فإنه لا يحل لك يراه مقيما على المعاصي يرى يديه حاجة حراب ديب بعدين يلقاه من الغد وهو على حاله يلقى ما زال متلبس بالمعصي وبالخطأ أو الخطيئة فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده في اليوم الثاني خلاص يسكت خلاص يمشي معه وعيش معه خلاص حتى استمرأوا هذه الذنوب والمعاصي ولم يغيروا ولم يصبروا ماذا حدث قال فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض وقرأ عليه الصلاة والسلام لعين الذين كفروا من بني إسرائيل يعني يعني شنصار بالضبط وهذه رسالة لكل إنسان ينشد الصلاح في هذه الحياة رأى فيه سنن فيه قوانين هؤلاء طال العهد بهم هؤلاء الصالحون طال العهد بهم فبدأت المناكر تزحف إلى حياتهم المنكرات والانحراف تزحف تتسلل إلى حياتهم عن طريق أصحاب الأهواء والشهوات الذين يبغونها عوجة الناس ليس كويسين موجودين حتى اليوم الناس ليس كويسين مطموسين ما يحبوش حاجة اسمها النظافة ما يحبوش حاجة اسمها طهر ما يحبوش حاجة اسمها عفة ناس تعبد في الشهوات وتعبد في اللذائذ وتقتحم المحرمات وتسفك الدماء الآخر ليس كاعدة في عقولهم بك هؤلاء أخذوا يعني أخذوا يقودون هذه الحرافات ويجعلوها تتسلل وتزحف إلى المجتمع فكان في المجتمع يعني فيهم صالحون فقاموا ونهوا أصحاب المعاصي يرى الحرام عليكم ووعظوهم ولكن هؤلاء تأصل فيهم المنكر خلاص وصار النزوع عنه وتركه صار أمرا عسيلا وصعبا وهذا هي كما يقوله مشروح في الحياة مشروحهم الظلم مشروحهم نشر الفاحشة مشروحهم نشر الدعارة مشروحهم نشر المخدرات وجمع الأموال مشروحهم إهلاق الشباب الشبكات إلى آخر الصالحون لم يصبروا هو الأمر يتطلب جلدا ويتطلب صبرا ومفاصلة لكن درجة التوتر الحيوي عند أولئك الصالحين لم تكن كافية لم تكن كافية بحيث يشعرون أنهم متميزون لم يشعروا لم يشعروا يومهم بالتميز وعلى آخرين لم تكن كافية بحيث يشكلوا تيارا نشطا يحاصروا العصاه والذين يبقونها عواجا ويشعروهم بالشذوذ والإثم والعراف وأنهم خطر على المجتمع لكن كلموهم مرة واحدة يسيبوه لا يشيصبروا لا يشيصبروا لا يشيصبروا انتقلوا للمرحلة الثانية للمرحلة الثانية شعور أو سيطرة شعور العجز والضعف على أولئك الصالحين والله ما عاد يسير منهم والبشرية مشه إلى الهاوية وعلى ما تسعى قرب اعتزلوا بل هم بعضهم أخذ يخالطوا الأهل المعاصي ويرضون بأعمالهم ويعني يعني لا يأمرونهم ولا ينهونهم حتى يعني حدث ان الناظر لهذا المجتمع تضيع فيه معالم الحق معاش يارفون فجاء جيل أو أجيال تالية نشأت في الانحراف نشأت في هذا الوضع الوبيء كان وبيئا عند من عند الذين سبغوا ولا كان وبيئا عند الذين سبقوهم لكن لما استمروا الناس جاء جيل الأول الثاني الثالث شوف فيها كيف استراموا عليكم كيف نقول نحن يعني لا يفرق بين المعروف ولا يفرق بين المنكر ليش لأن الأمر في التفريق هذا لم يعد متيسرا لماذا لأن الصالحين والمجتمع مسلبيتة طلع جيل ما يعرفش المنكر المعروف ماذا حدث ضرب الله قلوب بعضهم ببعض هذه العبارة النبوية قال فضرب الله قلوب بعضهم ببعض هذه العبارة النبوية ترمز إلى حالة من الفوضى والمصحوب بالعذاب يعني هنا حيث فقدت أو تجمعاتهم الشروط الضرورية لبقائهم الشروط الضرورية لبقاء المجتمع هو يكون فيه منارة للخير لكن ينطمس الشروط ضرورية لاستمرار أي مجتمع استمرار المعنوي أو الاستمرار المادي أنه يكون فيه توازن بين الخير والشر ونوع من التناهي بالأمر معروف النوع المنكر والنصيحة لكن جاء جيل الأول ثاني ثاني قراص مع شفيد طمص فكانت أيام الله خاتمة المطاف جزاء ما فعلوا لأن كل المجتمع مهما بلغ من الفضل والرقي لا يستغني عن شريحة موجودة فيه تتمثل فيها المثل العليا وهذه موجودة سبحان الله يعني حتى يحافظ المجتمع على وجوده والناس يشعر براحة لابد من وجود المثل العليا متجسدة في أشخاص يراها الناس الحق النور العدل الحرية العفة الطهارة إلى آخره هذا الوجود المعلوي المتمثل في عقيدة المجتمع في أخلاق المجتمع في ضوابط علاقته لمدة تكون في الناس شريحة تمثل ويمثلون الخيرية كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف خلوف يقولون ما لا يفعلون حديث رواه مصري فهؤلاء الآمرون بالمعروف وأنهون على المنكر طبيعتهم إيش في المجتمع يعني يملكون يعني نوع من التوهش في أرواحهم والحيوية في نفوسهم هؤلاء ديما همهم الأكبر إشفاقهم وخوفهم على المجتمع من انهيار وهمهم الأول هو صلاح المجتمع ما فيش اشتخلك بهم والله حرام فيهم أضوما كنا فضم يعرفوش تو بعض الناس يقول لك عليك شعب حرام فيه التضحية وحرامتين انت ما تفكرش في مثلة شعب التضحية وبيش خش التاريخ والجماعة تخش التاريخ أضوما ترضي تعبك تطلع منها انت تب يعني تب تحافظ على على التوازن موجود في المجتمع بالاستقابة والشروط الاستمرارية وكما يعني لا يشترط لصحة المجتمع جسميا وبيئيا بحيث يكون كل أفراد أطباء كذلك لا يشترط في المجتمع المسلم أن يكون كل فرد منه من الدعاة والصالحين لكن المصلحين لكن ينبغي أن تتوفر نسبة كافية من المجتمع في المجتمع مسموعة الصوت وواضحة التأثير ويجب أن لا تحارب ويجب أن لا ينظر إليه بشمئزاز هذا مهم جدا هذا تملأ الفراغ الروحي تملأ الفراغ الثقافي وهي تملك وسائل مؤثرة يسمح لها باستمرارية وضوح جادة الحق للناس والصواب هذا مهم جدا هذا ليصنع التوازن في سنة المدافعة بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال مهم جدا لذلك الله سبحانه وتعالى قال وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الخير وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُمَّة مجموعة لابدّ تكون أفراد مجموعات لابدّ وهذه المجموعة جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنها تلقى الابتلاء ويستهزأ بها ويعني تشوه يعني أن تلقى هذه الفئة الطيبة اللي رغبة في إصلاح مجتمحها وحريصة وخايفة عليها من غضب الله وخايفة على المجتمع وعلى قومها وعلى ناسها أن تصيبهم لعنة الله هذه الفئة الطيبة الخيرة دائما دائما وتلقى الأذية وتلقى العند من الاتجاه المضاد لأنه تدافع أنت تبّي طهارة هم يبوء والعياذ بالله يبغونها عوجها يبوء غير الطهارة تبّي العفة هم يبوء الحلال تبّي طهارة الأنساب والأرحام هم يبوء حرية مطلقة والناس شركاء في كل شيء والعياذ بالله فهون يحدث الصراع بين الناس الخيرة التي صارت على موكب الأنبياء وارتضت وتصبر لأنه حيواجههم أهل الشهوات وأهل الأهواء الذي يمكن أن نسميهم المختزلة مختزلة كيف هؤلاء يكثفون هموم البشرية هموم شعبهم كلها في هم واحد هو همهم هم بس ويتجاوزون رغبات الخلق ومصالح الناس مهما عظمت يتجاوزونها إلى رغباتهم ومصالحهم هم ولذلك أقول وهذه مهمة جدا من يظن أنه باستطاعته أن يسير في درب الأنبياء أو دروب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقوما للعوش ومصلحا للخلل ومحاربا للأهواء والشهوات وناصرا للمظلوم وواقفا ضد الاستبداد والظلم والدكتاتورية وللحلال الأخلاقي هذا هو درب الأنبياء يقف ضد هؤلاء من يظن أنه لن يلحقه أي أذن هذا وهم وهم جدا عايش وهم يعني راه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الأنبياء هو 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 الانطلاق في حركة الحياة لأن في بعض التدين الخامل عارفين التدين الخامل خليك في حالك ما لكش علاقة بالآخرين لا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا مش هيك معناها الآية مش هيك مر بالمعروف وانا على المنكر فإذا رأيت دنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه هذاك صح لكن أنت تظن أن أنت أقرب إلى الله لما تترك الحياة غلط ولذلك أقول لكل مصلح أنك أنت ما توخرش أصبر شوف لقمان قال لابنه حين يوجه فيه لا تشرك بالله إن الشركة لظلم العظيم قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى على المنكر واصبر على ما أصابك كثير نعرف كثير تسحب من ميدان الحياة معاش عندهم صبر متحملوش السب في الفيس متحملوش واحد يصبهم ولا يدرهم كريكاتير يضحك عليهم ويسخر منهم متحملوش الجيوش الإلكترونية فيلسح هكذا قال إن ذلك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور هنا نقمان أشعر ابنه بما يلحقه بما يلحقه من الأذية إذا هو قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر ولذلك هؤلاء هم الذين يضبطون الوزن في المجتمع كيف يضبطون الوزن هذه تكلموا عليها بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معي بارك الله فيكم فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة نقول 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 طالت في الليل من جاتي ياريت تحسي خلجاتي ياريت تلمي لأرواك وتحسي نار المشتاك ومعاك نعيد حساباتي عالقم هجرك ما ينطق أشواك تعبت فوق أشواك ليهي بنشرتها في كتاباتي ليش نفيتيني عن صدرك وصدقتي كل اللي قال تحسابيني نرى بقهرك تحسابيني ندنس طهرك ظنيتيني من الأنذال كيف ونلي كل عروقي تنبض باسمك تهوى رسمك تحكي شعرك تخوض عليه سبا كهوال كيف ونلي حلمي ديما نشوف ورودك أمال تعلي بنيانك كيف ونلي كاتب فقرة وسط بنودك نضحي بكل العمر عشانك تحطيني في صف الأنذال وانت وانت فرح فرح حياتي وزهو قديمة زهو وقاتي وعلقم هجرك ما ينطاك أشواك تعبت فوق أشواك مرار نشرته في كتاباتي وقلتك قلتلك لبواق تدق علي ببان أسوارك شاعر مداح وصفاق يخرب مناه انتصارك شاف الفرحة اللي فرجائك والأحلام في عين أطفالك وجعاتها ننعم بالائك وبالأفراح نعم مرجالك صب عليك كلامي فيه ودرتيني خراب نجوع قلتلك فيه دليل عليه طلبتي تغيير الموضوع فتحتي لها كل البيبان ودرتينها مرنشان وصدر صفحة أخبارك أنا يومتها كنت نغني لك بشعار بدم يكتب ومضوي شمع تقندي لك وفراح معايا جايبها جبت أحلام وجبت تهاني جبت أحلام وجبت أماني جايب بطاقات تهاني لقيت اللي ما نحسب قفلت البيبان علي وشيرت لي ابعد هي ابعد هي قلت لك حلي أنا من صلبك أنا راضح أني يد قلبك أنا اللي عارف كل دروبك أنا اللي ديم دوبي دوبك أنا أنا اللي مطرز بيدي ثوبك أنا دكتورك أنا بناي معلي سورك أنا بحار مخش بحورك أنا وناسك أنا الشيخ اللي علم ناسك أنا المهندس والمحامي والطيار اللي علاها رأي تعزك يوم قدم الغازيداسك أنا الفنان أنا الإنسان أنا الشعر اللي عاش إحساسك شيرت لي ابعد هي أبعد هي تراجعت شوية خطوات أبدمع في عيني حبسها وزحمت زفرات وآهات كاتم وسط الحلق نفسها وانت استسلمت لحزان طويلة وذكرت اني وقتك قتلك فيها عيون رزيلة تنظر من خلف الأرواك وما نلتأم هذيك الليلة انت اللي سمعت لأبواك انت اللي سمعت لأبواك مرحبا بكم مشاهدين الكرام طبعا في نقطة بيركز عليها واجد نتيجة ووجود حرب يعني على المصلحين و تلفيق التهم وكذا رأوا أي مكان يغيب فيه يغيب فيه المصلحون هذا يجد مكان مخيف لا يذب الله لأنه سيرتع فيه الظلم سيرتع فيه الحراف ويرتع فيه أصحاب الشهوات ولذلك نظرا للأخطار التي تهدد المجتمع وتهدد الأمة بخلوها من هذه الشريحة المباركة شريحة المصلحين هذه الشريحة هي القلب النابض للأمة وللمجتمع وهذه الشريحة هي البصيرة النافذة لأن الله سبحانه وتعالى قرن محاربة هذه الفئة قرنه بالكفر وقرنه بقتل رسلي لما قال سبحانه في سورة آل عمران قال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس من الذين يؤمرون بالقسط من الناس المصلحون ليبوا للناس الخير إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق والذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ودعياذ بالله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر ولذلك يراه وجود ثل من المصلحين في المجتمع هو صمام أمال وإلا اللعنة تنزل عليهم لما يقول لك اللعنة معناها المجتمع يأكل بعضه بعضا أحقاد ضغائن خوف يعني متآكل المجتمع الإنسان يستأنس ليس بالبنيان والطرق يستأنس بأخير الإنسان وذلك المجتمع اللي فيه الروح التواصلية روح مد الجسور روح الأمان مش كيد واحد خائف من الآخر هذا اللعنة والعياذ بالله اليوم نحن كمسلمين الأمة تسعى تسعى جاهدة أنها تغير وهناك طبعا أفكار وهناك مشاريع حضارية مضروحة في البلاد الإسلامية وهناك نماذج تحاول تطلع وتنضج وكلها حضور لكن نحن في الغالب نأتي البيوت من غير أبوابها التخلف المادي الذي يعيشه المسلمون اليوم ليس هو المرض لكنه من أعراض المرض من أعراض المرض المعالجة الصحيحة تكون بتفحص الأمراض المجتمعية وأسبابها وجذورها فإذا عالجنا المرض ذهبت عرضه يعني الدين اليوم مش حايش في وقع الناس إلا من رحم الله في الجامع ولا من أسباب أو من الأمراض الموجودة في المجتمع المسلم الخلل الذي أصاب رؤية المسلمين للدنيا والآخرة سيركت الخبيطة في رؤية المسلمين للدنيا والآخرة من هنا أصاب أخلاقهم وأصاب مقاصدهم وأصاب علاقتهم ببعضهم بعضا مما ترتب عليه مفاسد جمة ومجتمع متآكل غلبت عليه الأنانية التبحور حول الأنى لابتعاد عن روح الفريق الواحد لذلك يعني يذكر أن يعني مالك بن نبي يقول المجتمع الذي يعمل كل فرد فيه ما يحلو له كيف يبي روحت عايش روحت ونفكر بالآخرين هذا ليس مجتمع يقول هذا ليس مجتمع لكنه إما مجتمع في بداية تكوونه أو مجتمع مجتمع بدأ حركة الانسحاب من التاريخ فهو بقية مجتمع يا بداية تكوين مجتمع يا نهاية أو بقية مجتمع اليهود يا إخوة لما أرادوا تدمير المجتمعات الغربية واللوب اليهودي خططوا لتضخيم باب الفردية على حساب الحس الجماعي أهم حاجة حريتي الشخصية حتى كثرت القضايا التي يعدها العرف لديهم إن هي تخضع لمزاج الفرد هذا أنا مصلحتي أنا ما تدخلش فيه خصوصياتي وهذا ذهب برونق الحياة وذهب بروائها وجمالها وأصبح أصبحت الجهود الغريزية التي تتمحور حول الأنهي التي تسيطر على الإنسان هذا موجود اليوم الغريب أنه انتقل هذا التفكير للمسلمين هذه العدوى انتقلت إلى بلاد المسلمين فترى فصار كثير من المسلمين غير مستعد لقبول نصيحة إنسان أو نصيحة من أحد بحجة أنه أن هذا شيء خصنينا خصوصياتي ما تدخلش في خصوصياتي هذه منين جتنا من مفهوم أن إنسان يتمحور حول ذاته فيه أشياء بينك بين الله صح فيه أو شك لكن شوف المثل هذا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم يمثل المجتمع بالسفينة سفينة المجتمع وقال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها يعني مثل المتمسك والثاني لوقع في حدود الله وقع في انحراف طيب مجتمع هو هكي استقامة انحراف ودرجات استقامة تتفاوت انحراف تتفاوت درجات ودركات قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة يندار القرع على سفينة فصار بعضهم علىها وبعضهم صار في أسفلها بعضهم قعدوا فوق في طابق العلوي الثاني قاعدين في أسفلها وكان الذي في أسفلها اذا استقوا يبقوا المهي مروا على من فوقهم لما يبقوا المهي يطلع فوق يمروا عن اللي فوق ويرمون الدلاء فكان الذي في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا قالوا نحن الطابق السوفي هذا امتعنا نحن خاص بينا ولا ما مش علاقة لفوق نحن أحرار ولا مش أحرار قالوا لا ما أحرار شرايكا نخرقه باش يجينا نميه على طول تخش علينا مع الشيش مع الشينا نطلعوا فوق ونؤذي من فوقنا وبعدين لفوق قاعد يفوق دخلنا مش بنا قالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا قال عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا تقول لفوق قالونا أنت محرار دير ويخرق طبعا هيخرقوا كلهم حتما لكن قال عليه الصلاة والسلام وإن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا هذا الحديث رواه البخاري هذه السفينة تمثل المجتمع المسلم الذي توحدت عقائده وتوحدت اتجاهات سيري وأخلاقه وغاياته والمخاطر والتحديات التي تواجهها واحدة المجتمع المسلم فالقائم في حدود الله هذه فئة صالحة ملتزمة بشرع الله آمرة بالمعروف ناهي عن المنكر والواقع في حدود الله هم أولئك الذين ينتهكون حرمات الله فيتركون الواجبات ويقعون في المحرمات الحديث هنا شنو يقرر يقرر أن ما يتوهمه بعض الناس من خصوصياته ليس كذلك يفتح لك ربي ليس بخصوصياتك كما الذين احتلوا أسفل السفينة كانوا واهمين وفي ظنهم أن لهم الحرية الكاملة في التصرف في أرض السفينة نحن هذه على قول الأخوة اليمنين البقعة حقنا ولا لا لا تتح لك ربي أنت تقول لي لكن طيحك إنا لأن تصرفهم بخرقها يمس مصالح الجميع الذين فوق هذا مصير المجتمع كلها ستغرق السفينة ولا ولذلك هناك قالوا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا هلكوا جميعا ولا وإن أخذوهم بأيديهم لا تحكم ربي وإن مشين أنتم لا حرية شخصية يفتح لك ربي حرية الشخصية اللي بتكون العساب دمار المجتمع يفتح لك ربي نقولي ننشر المحرمات والشذوذ والنباحية وكذا نقول حرية يفتح لك ربي تدمر في جيل تدمر في مجتمع تصيب بلاوك وأمراض يعني نعطيك مثال لما نضرب لما يتهمه الناس من خصوصياتهم مثلا في حياتنا المعاشى ورد في أو وقع في خلد وفي يعني نفوس كثير من الناس أن الصلاة عبادة بدنية تعبر عن صلة خاصة بين العبد وربه وأن المقصر في أدائها لا يؤذي جارا ولا ينتحك لمجتمع حرمة ولذلك الصلاة هذه من مسائل الخاصة الحجاب هذه من مسائل الخاصة لا 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 فهو ما ينتبه بيصلي صلي ما بيش يصلي تلبس عجاب اللباس الشرعي تلبس ما قالت ما ليش لابس أنا حرة هيكي لذلك الذي ينصح يحسب أن هذا نوع من الفضول و و ومنافي للذوق ذوق الإنسان المعاصر ذوق الإنسان المعاصر ذي الإحساس المرهف والرسوم والبرتوكولات الاجتماعية الرقيقة الرفيفة الجميلة لا ما تدخلش في خصوصياتي الشريعة غير هيكي الشريعة نحن كمسلمين ولذلك تلاحظ حتى فقهاء اختلفوا في تارك الصلاة يعني الصلاة فرض لكن الفقهاء يعني مجمعون أن الصلاة ليست من خصوصية الإنسان الذي يقف المجتمع المسلم تجاه تاركا له وصامتا عنه وقل لا لا لنتحر لا 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 لذلك رأى بعض الفقهاء لاحظ أن تارك الصلاة حتى كسلا مكررا بفرضيتها يعاقبه الإمام في اللي قال يحد ليش اللي جاحدها اللي جاحدها اللي قال ما فيه الصلاة بكل هذا ليش مصلم ليش داخل معنا وبعضهم قال يقتلوا حدا كسلا راه وبعضهم قال يقتلوا كفرا وبعضهم قال يحبس إلى أن يصلي ليش قالوا الكلام هذا لأنهم يسترون عن فهم صحيح لطبيعة عمل هذا الدين في تسيير دفة الحياة الاجتماعية لأن المعص حين تشيع في الناس شين يحدث يستوجبون نزول عقوبة الله وذهاب الريح والقوة والمجتمع ولياذ بالله ولذلك الفاحشة والخطأ والخطيعة لما يعني يغض المجتمع الطرف عنها يعني راه هي العقوبة لا تصيب الطالحين فقط لما قال سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قالوا قال حديث عائشة أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث في صالحون لكن المصلحون مش قاعدين ولذلك الأمن يضطرب حبله وتضيع الحياة وتصيب العقوبة مش الطالحين بس ربما يضيع الأمن ليس الطالحين فقط على الجميع الغلاء لما ينتشر ليس على الفقراء على الجميع لما سكته ولذلك أصحاب الشهوات والأهواء وأصحاب اللي أنا حر نفعل ما أريد هؤلاء لا ينظرون إلا لموطن أقدامهم فقط ومصالحهم ولا يعبؤون لا بحاضر ولا مستقبل ولذلك المجتمع ليتحمل مسؤوليته ليتحمل مسؤوليته تجاه حاضره ومستقبله وتجاه آخرته التي هي المنزل الأخير ولذلك الله سبحانه وتعالى يحذرنا من أي شيء سلب يقول ما دخلني لا لا افتح لك ربي لازم تأمر وتنهى بحيث هذه المعروف معروف والمنكر منكرا والاستجابة كل واحد باقتياره لكن لذلك تبارك تقول أنا ما دخلني هذه من خصوصياته هم اليخودي اللي لعبوا في المنظومة الغربية في المجتمع الغربي والصنع منه أن الإنسان يتمحور حول ذاته ويعبد ذاته وشهواته ورغباته وخصوصياته يعني كان بشذوذ الشذوذ كان بالجريمة وهكذا هو حر في اختيارات الله لكن هذه عقوبة جماعية تختلف على فلسفة الإسلام الذي أكرمنا الله به طيب انتهى وقت الحلقة وبقي دقائق خليني شوف شوف الأسئلة التي وردتني بسم الله السلام عليكم جزاك الله وخير هل هذه القاعدة صحيحة أم لا هل كل مصلح صالح وليس كل صالح مصلح لا هي مجيشك هو جزء من واجباتك انك تكون مصلح جزء من صلاحك تكون مصلح حتى الصلاح درجات واضح يعني جزء من صلاحك انك انت يكون خيرك متعدي للآخرين متعدي للآخرين ثم المصلح يكون مصلح في شيء بس مقصر في أشياء أخرى ليس لا يكون صالحا فهي ما تستقيمش المطلوب لدى المؤمن انه يكون صالح ومصلح هذا هو الصح فهي تجد مسألة نسبية كما يقولون نسبية بمعنى ممكن المصلح في جانب وصالح في جانب وممكن تطالح في جانب آخر لكن كما ذكرت في بداية الآية أمرك ونهيك ونصيحتك حتى لو كنت مقصر ما تسكتش ليش يبقى المنكر منكر والمعروف معروف ما يشي جيل ما نعرفوش الحرام من الحالات ولذلك تشوف المجتمعات الغربية يديروا في أشياء تستهجن الفطرة لأن جيل ثالث رابع خامس شبوا فيه هكي الحياة شبوا فيه هكي الحياة فأرجو نكون أنا فهمتك وسامة مرحب بك يا وسامة أهلا وسهلا بك أبو الماس أهلا بك يا أبو الماس نأمل منكم في قناة التراس توعية الناس على ضوء فرض رأيهم على المسؤولين وضع دستور البلاد قبل أي انتخابات قادمة لكي تضمن نزاهة وقانونية كل مرشح وهذا اللي الدنذنوا عليه دستور قبل كل شيء على فكرة قالك اليوم عيد الاستقلال وأنا مش عارف استقلال عليه شيء يعني مش عارف استقلال احنا الاستقلال اكتشفنا ان احنا غير مستقلين بعد الربيع العربي يعني كل انظمة وظيفية وتشتغل لمصالح الغرب اهو اليوم امريكا والبريطانيا ومش عارف فرنسا ودول اوروبا ومش عارف تبعش فيه موجد يعني من كثرة الكوبيو بيست يعني كم نقول نسخ البيانات وحطن هما يروا الحكومة الوحدة الوطنية اللي تستمر وقاعدين يملوا علينا واستفاني قاعدة تبرم عليهم كلهم قالك استقلال وتو بدير اجتماع واحد يقول لك تو انت مقدتوش تفهمهم مع بعضكم جاتكم هذه المندوبة السامية الامريكية فالله الواحد ما يضيق الصدري ولا ينطلق لساني مهمة وماسك روحي موضيح هذين استقلال وهن في بعضهم الاستقلال لا واحد اللي حط الدستور الأول هما الإنجليزي حرب الاستقلال وطريق التحرير طويلة لكن حتى سيادة ما عندك يوم خنقينك بالعملة يوم خنقينك بالدولار يوم طا وإيه الاستقلال نقولوا قسمونا وكل وكل أوروبا يعني كل كل واحد خذا يعني منطق نقول صح طيب يعني نحبش نخدع شعبي يعني نقول الحقيقة نعيش نعيش الوهم وزال طريق الحرية هذا طريق طويل طيب هل يوجد في الشرعة تحديد قيمة الربح في البيع لا يوجد تحديد بالوجوب يعني لكن يعني الفقهاء تلفوا بين الربع بين الثلث بين لكن هو المسعر الله القابض البسط لما قالوا سعر لنا يا رسول الله قال المسعر الله هو القابض البسط يعني خافض الرافع سبحانه وتعالى وهذا ما جرى عليه العرف لكن احيانا لوجود ظروف استثنائية وللأمر يتدخل لضبط الأسعار هذا معروف خاصة في أقوات الناس وضروريات حياتهم طيب أيضا تقول السلام عليكم وحبت الله موضوعنا تمنى الشيخ يحكي فيه معاملة الزوج مع زوجته والله تكلمنا كثيرا لكن إن شاء الله نحاول بإذن الله نذكر خيركم خيركم لأهله كما قال عليه الصلاة والسلام وانا خيركم لأهله السلام عليكم وحبت الله من شاهد الصور لباحية هل هو الزنى زنى النظر هذه الصور تدمر القلب والنفس وتطفئ نور الإيمان وعيذ بالله لذلك الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم فهذه نوع من دمار للإنسان والإسفاف به حيوانيا والعياذ بالله ويديم الحسرات إنك متى أطلقت طرفك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر ومن دامت نظراته دامت حسراته ونظر سهم مسموم من سهام إبليس ومن ترك شيئا لله وضه الله خيرا منه فالالتزام كل ما تبتعد عن هذه الصور كل ما شعرت من شراح وراحة نفسية أما تطلق العنان واليوم الدنيا مفتوحة فتصيب مقاتل قلبك وروحك وتشعر بالضيق والحسار الإيمان وتسحب منك بركة الطاعة أقبل واترك هذه الأشياء لكن هو زيناء النظر لكن الاستبرار بها لأن أنتم عارف الشيطان يرسل هذه الحبائل والمصائد الأول بريد للزيناء هو النظر والفرج يصدق ذلك أو يكذبه كما في الحديث العينان زيناء هم النظر اليدان زيناء هم اللمس الفم والأذنان ثم الزيناء الأكبر والعياذ بالله اللي هو الكبير الذي قال الله عنه ولا تقربوا الزيناء إنه كان فاحشة وسأسبيه لا تقربوا يعني حتى الأسباب المفضية إليه طيب انتهى وقت الحلقة حتى ألتقيكم بإذن الله تعالى في موضوع جديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن طلب الجنان سعى إليها ولا يسعى لها إلا مواتي فأقبل نحو رضوان المقيم وفوز في غد لا شك آتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة